تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافية ويأتي البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات مستهدفان استكمال خطة إنشاء مركز لوجستيات دولية متكاملة بجوار المواني البحرية خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط وامتلاكها قناة السويس التي تعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات من عام 2024 حتى 2027 يأتي مستهدفاً اتخاذ عدد من الإجراءات منها استكمال خطة إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار المواني البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع وزيادة طاقة استيعاب المواني الرئيسية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية في سبيل ذلك تستهدف الحكومة تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية والعمل على زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري إلى 31 سفينة عام 2026-2027 فضلاً عن تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بالإضافة إلى رفع كفاءة المواني الجافة كما تستهدف الحكومة إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية ومنطقة لوجستية في أحد المواني البرازيلية وإنشاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية بميناء الإسكندرية إضافة إلى عمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي وزيادة إجمال السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 26 ألف سفينة عام 2027 وتؤكد الحكومة العمل على رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 4.8 مليون حاوية عام 2026-2027 ورفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 1.6 مليون حاوية مكافئة عام 2026-2027 فضلا عن التوسع في إبرام شراقات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية